أنا سمعت بالفيلم منين؟ عرفت منين أن فيه فيلم الحقيقة فيه مهرجان للأفلام الوثائقية كان في السويد وعرض فيه فيلم ذكريات مذبحة وحاز الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان السويد للأفلام الوثائقية تواصلت باسم مؤسسة إيجيبت ووتش هنا في لندن مع الشركة المنتجة قلت له يا جماعة طيب ما هو مهم؟ إن احنا نعمل عرض خاص للفيلم ويحضره الجمهور في لندن ونعمل بعده زي منأشة مع عدد من الضيوف والخبراء عن الفيلم وعن الذكرى العاشرة للمذبحة الحقيقة الناس مشكورين وفقوا إن احنا ننظم حاجة زي كده وبالتالي نشرنا أو بدأنا الترتيبات في مؤسسة إيجيبت ووتش إن احنا نعلن عن العرض الخاص للفيلم واللي كان في واحدة من أهم القاعات في بريطانيا أو هيتم في واحدة من أهم القاعات في بريطانيا وهي قاعد بافتا نشوف الإعلان من موقع إيجيبت ووتش عن هذا العرض الخاص لفيلم قوي بيسلط الضوء على مدبحة رابعة اللي شهدت نهاية الديمقراطية في مصر يكون يوم الخميس 3 أغسطس الساعة 6 مساء في قاعة بافتا الشهيرة وسيعقب هذا الفيلم أو سيعقب العرض الخاص للفيلم مناقشة بين بعض الضيوف المهمين طيب للناس اللي موجودة في بريطانيا أو الناس اللي موجودة في أي مكان وعايزة تحضر الفيلم أو عايزة تحجز التيكتس أو التذاكر بتاعت الفيلم اللينك الجاي ده بيشرح لحضرتك إزاي توصل للفيلم لو حابب تحضر وأعتقد أنه يكون في حضور ضخم لهذا الإيفنت في يوم 3 أغسطس طريقة حضور العرض على موقع إيفنت برايد موقع الإيفنت الشهير عالميا بتدخل على هذا الرابط وبتضغط على حجز التذكرة بتلاقي وصف للموضوع ومين الجهة المنظمة المعاد والعنوان والبوست كود بتاعه وكل الكلام ده وفي الآخر بيقولك إزاي تحصل على تذكرة هذا العرض كمان اللي بفتة المكان اللي هيحصل فيه العرض خلينا نستعرض فيه بعض المعلومات لكن خلينا أصلح بس معلومة سريعا كريسبين بلانت هو نائب عن حزب المحافظين الحاكم وكان وزيرا سابقا في الحكومة البريطانية وليس حزب العمال عفوا هو نائب عن حزب المحافظين وليس حزب العمال طيب نرجع ليه البفتة المكان اللي هيعرض فيه هذا الحدث أو هذا الفيلم الوثائقي العالمي القاعة دي الحقيقة لها تاريخ كبير جدا في بريطانيا هي واحدة من أهم وأعرق القاعات الموجودة في بريطانيا ما هي بفتة؟ هذا هو الاختصار بتاعها هي الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون واحدة من أهم وأعرق المؤسسات في بريطانيا هي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها عام 1949 بمبادرة من مجموعة من المخرجين وصناع السينما في بريطانيا كان أبرزهم ديفيد لين وهو كان الرئيس لهذه المؤسسة وبفتة طبعا بتستضيف سنويا مهرجان جوائز السينما والأفلام في بريطانيا طيب الناس طبعا اللي بتسأل إنه فيه رسائل كثيرة جدا حصلة وتفاعل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي إنه جماعة الفيلم هيبث والكلام هيبث أونلاين لا هو الحضور طبعا هيكون شخصي ولذلك فيه تذاكر على موقع إيفنت برايد لازم الناس تدخل وتحجز وتسجل وتحضر هذا العرض الأول والعرض الخاص لفيلم ذكريات مذبحة أول أمس لما نشر التريلر أو الإعلان بتاع الفيلم الحين أعايز أقول لكم إنه حتى الآن حتى الآن تقريبا كده نسبة المشاهدات أو إجمالي مشاهدات التريلر بس إعلان الفيلم بس بيقترب من 2 مليون مشاهدة احنا بنتكلم على منصات عربية شهيرة فيها ملايين المتابعين فخلينا نبدأ مثلا بمنصة زي شبكة رصد اللي نشرت التريلر على موقعها واللي بالفعل بيقترب قبل مبدأ الحلقة على طول كانت تقريبا المشاهدات اقتربت من مليون مشاهدة أعتقد أنها تجاوزت مليون مشاهدة على موقع شبكة رصد على تويتر فقط كمان موقع عربية 21 أيضا نشر تريلر الفيلم وتجاوزت المشاهدات على موقع عربية 21 على تويتر فقط مليون مشاهدة أيضا للإعلان الترويجي للفيلم كان هناك تفاعل من عدد من المغردين الأجانب أيضا مش بس باللغة العربية وكان من بينهم أستاذ مساعد في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية نادر هاشيمي الذي نشر أيضا إعلان الفيلم باللغة الإنجليزية وتحدث عن إنزال الولايات المتحدة الأمريكية في التوقيت ده دعم الدكتاتور على حساب حمام من الدماء في رابعة العدوية موسيقى